هنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية وجموع المسلمين في العالم بالعام الهجري الجديد وأكد المفتي أن دروس الهجرة النبوية المشرفة لا تنتهي فهي منهمة لنا على مر الأزمان والعصور ومنها ضرورة الأغذي بالأسباب والسعي الدؤوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي ودع فضيلة المفتي المسلمين جميعا شرقا وغربا إلى ضرورة التعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وممر فيها من أحداث وعبر مشيرا إلى أن وحدة الصف وتأخي بين الناس وتحقيق المواطنة الكاملة كانت أول لبنة في بناء دولة الإسلام الأولى